الآن ننتقل إلى التمرين الرابع قال لاحظ الشكل وأنشئه قال أرسم دائرة قبل هذا نلاحظ الشكل وهو قطعة مستقيمة AB قال أرسم دائرة قطرها القطعة AB عندما نقول قطر معنى المنتصف هو مركز دائرة إذن عندما نقول قطر الدائرة يجب أن يكون A و B يشملان دائرة معنى هنا منتصف AB هو مركز الدائرة إذن ننشئ منتصف القطعة AB إذن هذا هو المنتصف ونقوم بإنشاء دائرة نصف قطرها هو نصف القطعة AB إذن هذا هو نصف القطر نرسم الدائرة إذن هذه الدائرة قطرها AB إذن قال أرسم دائرة قطرها AB قمنا برسمها الآن قال أرسم نصف قطر أو نصف قطر اللي هو CO يعامد القطعة AB إذن قال أرسم ليس القطر وإنما نصف القطر وقال يعامد AB معنى يصنع زاوية قائمة إذن يصنع زاوية قائمة إذن زاوية قائمة مع القطعة AB ونرسم نصف القطر نصف القطر معنى يشمل المنتصف أو مركز الدائرة إذن هذا هو نصف القطر قال CO إذن نسموه منها مثال O أو O هنا أو O في هذه النقطة ثم قال أنشئ المثلث ACO إذن نقوم بإنشاء المثلث ACO إذن هذا هو المثلث وهذه زاوية قائمة لأن القطعة OC أو CO تعامد القطعة AB قال ما هو نوع هذا المثلث إذن هذا المثلث هو مثلث قائم لأن أحد زاوية قائمة أيضا هنا هذا الظلع هو نصف القطر وهذا الظلع هو نصف القطر إذن الظلعان متقايسان في الطول إذن هذا الطول يساوي هذا الطول إذن نقول أن المثلث هو مثلث قائم ومتساوي الساقي مفهوم؟ إذن نوع المثلث ومثلث ومثلث قائم ومتساوي الساقين مفهوم؟ الآن مع الوضعية الإدماجية قال بمناسبة عيد ميلاد ليلة اشتر أبوها كعكا بـ 1800 دينار وثلاث سناديق من المشروبات يحتوي كل صندوق على 12 قارورة صغيرة إذا علمت أن سعر القارورة الواحدة هو 25 دينارا قال أحسب مجموعة ما دفعه الأب إذن قلنا لحل الوضعية الإدماجية يجب أن نعيد رسمها إذن اشترى الأب كعكا إذن هذا هو الكعكا بكم؟ بـ 1800 دينار جزائري وثلاث سناديق إذن صندوق الأول الصندوق الثاني الصندوق الثالث ثلاث سناديق من المشروبات يحتوي كل صندوق على 12 قارورة هنا 12 قارورة وهنا 12 قارورة من المشروبات قال إذا علمت أن سعر القارورة الواحدة هو 25 دينارا إذن القارورة الواحدة سعرها كم؟ 25 إذن 25 دينارا قال ما هو مجموع مجموع ما دفعه الأب؟ إذن ثمن الكعك واضح وهو 1800 دينار لكن ما هو ثمن كل القارورات أو كل المشروبات؟ إذن أول شيء نقوم بحساب جميع القارورات مع بعض إذن ولحساب القارورات لإذن ثلاث سناديق في كل صندوق 12 قارورة مع أن عدد سناديق هو 12 في 3 نجد عدد الصناديق عدد عفوا عدد القارورات عندما نجد عدد القارورات نقوم بالضرب في سعر القارورة الواحدة لأن سعر القارورة الواحدة يتكرر حسب عدد القارورات وهنا نجد ثمن كل القارورات مفهوم؟ إذن نكتب الحل بهذا الشكل نضع خط إذن نكتب هنا العمليات وهنا الجواب إذن قلنا عدد الصناديق هو ثلاثة صناديق في كل صندوق 12 قارورة إذن 12 تكررت ثلاث مرات إذن 12 في 3 3 في 2 تساوي 6 3 في 1 تساوي 3 إذن النتيجة هي 36 إذن نقول عدد القارورات هو 36 قارورة الآن قلنا عدد القارورات 36 قارورة سعر القارورة الواحدة هو 25 دينار معناه 36 قارورة تكرر معها سعر وهو 25 دينار إذن نقوم بعملية الضرب إذن 5 في 6 تساوي 30 5 في 3 تساوي 15 زائد 3 تساوي 18 إذن نجتب على الاحتفاظ نضع نقطة وننتقل إلى العشرات 2 في 6 12 إذن نكتب 2 ونحتفظ بالوحد 2 في 3 تساوي 6 زائد 1 تساوي 7 الآن نقوم بعملية الجمع إذن 0 زائد نقطة تساوي 0 8 زائد 2 تساوي 10 2 زائد 7 تساوي 9 إذن نتجة هي 900 إذن 36 في 25 دينار للقارورة الواحدة إذن نتجة هي 900 ماذا؟ 900 دينار إذن نقول سعر القارورات أو نقول سعر القارورات هو 900 دينار إذن هنا جاوبنا على نصف المسألة إذن قلنا سعر القارورات هو 900 دينار وسعر الكعكة هو 1800 إذن اشترى الأب كعكة ب 1800 دينار وكل المشروبات أو كل القارورات ب 900 دينار ما هو مجموع ما دفعه الأب؟ إذن لحساب المجموع نحسب ثمن الكعكة وهو 1800 دينار زائد ثمن القارورات أو ثمن المشروبات وهو 900 دينار إذن النتيجة وهي 1800 زائد 900 إذن 0 0 8 زائد 9 تساوي 17 1 زائد 1 تساوي 2 إذن النتيجة وهي 2700 إذن نكتب مجموع ما دفعه الأب إذن مجموع ما دفعه الأب هو 1200 و700 دينار إذن هذا مجموع ما دفعه الأب إذن نسطر للانتقال إلى الشطر الموالي إذن قال أعطى الأب للبائع ثلاث أوراق من فئة 1000 دينار معناه 1000 دينار زائد 1000 دينار زائد 1000 دينار إذن أعطى الأب للبائع ثلاثة ألاف دينار كم يعيد له البائع إذن قلنا ثلاث أوراق من فئة 1000 معناه 1000 زائد 1000 زائد 1000 معناه تساوي 3000 إذن 3000 ناقص المبلغ أو مجموع ما دفعه الأب وهو 2708 المشتريات إذن ماذا تساوي؟ إذن 3000 ناقص 1700 إذن 0 ناقص 0 تساوي 0 هنا 0 0 ناقص 7 لا نستطيع إذن نضيف 10 ونعيدها في الأسفل في العدل الموالي 10 ناقص 7 تساوي 3 3 ناقص 3 تساوي 0 إذن النتيجة وهي 300 إذن نكتب يعيد البائع للأب 300 دينار مفهوم؟ إذن إلى هناك وخلص معنا الفيديو التي نعن لناها اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر